الحمد لله رب العالمين وبه فقتي وأستعين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين مشاهدين الأعزاء حييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسأل الله العلي القدير الذي جمعني بكم في هذا اليوم العظيم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى اللهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لازلنا بفضل الله تعالى وعونه ومنه وكرمه وفضله نتواصل معكم مع سلسلتكم بلغوا عني ولو آية في رقائها الأربعين هذه السلسلة التي نسعى من خلالها أن نعرض القرآن وما أدراك ما القرآن تطبيقا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح بلغوا عني ولو آية اللهم اجعلنا من المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آية اللهم آمين يا رب العالمين ونحن في هذه السلسلة وفي هذا البرنامج على هذه القناة قناة حنبال الهدف هو التبليغ عن رسول الله الهدف هو تطبيق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن ثم السنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلا نستطيع فهم ما جاء في القرآن إلا من خلال ما فسره لنا وما أقره لنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام واضح نحن اليوم بإذن الله تعالى لازلنا نتعايش مع سورة البقرة وتحديدا مع الآية المباركة اللي يقول فيها ربي سبحانه وتعالى بعد ما شرحنا في الأسبوع اللي فات الذين يؤمنون بالغيب ومن بعد قال ربي جل وعلا ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة هذه آية وحدة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بش نقف عند الجزء الأول من هذه الآية لأن ربي سبحانه وتعالى هنا بصدد وصف صفات المتقين أنت ما تكون مؤمن وأنت ما يتحقق فيك التقوى إلا إذا كان كنت من الذين يؤمنون بالغيب واحد وهذا شفناه الأسبوع اللي فات اثنين كنت من الذين يقيمون الصلاة ثلاثة كنت من الذين ينفقون مما رزقهم الله ويقصد بذلك الصدقة والزكاة خلينا من الصدقة والزكاة وخلينا من الذين ينفقون مما رزقهم الله وبش نقف اليوم عند قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 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 ذي توجع اليوم حلقة اليوم توجع تعرف علاش مش نحكي معاكم بالدرجة وبيني وبينكم الدنيا قايلة تو اسمعني وانتي متكي وحاسب روحك باب الغالي يا باب الغالي الصلاة الصلاة هي وصية رسول الله هي وصية رسول الله في سكرات الموت يخاطب الأمة ويقول لها الصلاة الصلاة العهد الذي بيني وبينكم الصلاة الصلاة يا ناس الصلاة عماد الدين الصلاة عماد الدين الصلاة أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيام تعرف علاش نتكلمك لأنه فما ناس من أمة محمد حتى حد ما ينجم يفك لهم التيتر هذا وفما ناس يقولوا أنا مسلم وحتى حد ما ينجم يفك لهم التيتر هذا أنا مسلم ما تتزيدش عليها ولكن فما ناس من أمة محمد ويقولوا نحن مسلمين ولكن وللأسف الشديد ما زالت علاقتهم بالصلاة إلا من رحم ربي ذلك علاش أنا نحكي اليوم من منطلق كلام يمكن يوجع شوي ولكن والله من منطلق المحبة والله من منطلق المحبة السؤال اليوم في الحلقة متاع اليوم يا مسلم مش نحوالك مع صلاتك مش نحوالك مع صلاتك لو كان نسلك نقول لك فترت السباح ولا تقول لي بتبيعك ما لبش نقعد بلاش هذا على الغذاء الجسدي متاعك لو كان نسلك على غذاء الروحي متاعك اللي هي الصلاة تقول لي يا ربي يهدي يا ربي يهدي ادعي لي يا ربي يهدي دي محسوب اللي يصليوا الكل هاوكم عاملين بعميلهم انتي محسوب هاوك يصلي ويعمل اي كتصلي ودرشنية تعمل مالك ومال هنت هنت يا أخوي صلي وما تعملش هاي سدي هنت صلي وما تعملش تعرف عليش نقول لك في كلام اذا انا اخوك لست بعالم ولا شيخ ولا داعي ولا غير متغركش الجب انا نكلم فيك من منطلق المحبة راه اول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة اول ما يسألك ربك يتاقف بين يديه ولا زادا ما نمنش ليه انا باش ناقف بين يديه لا نمن طبعا نمن انتش نوه يا شيخ باش تكفرني لا يا بابا ما نيش نكفر فيه انا متأكد لي انت مسلم والحكاية هي حكاية بخل لغي ها اول ما يسأل عليه المرء يوم القيامة الصلاة فان صلحات صلحة العمل كله وان فسدت فسد العمل كله هلا 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 كلام كبير هذا هذا كلام كبير وكلام خطير تعالي شنوه معنتها اذا كان ربي سبحانه يسألك على صلاتك ويلقى صلاتك فيها برشا مشاكل وانت تاركها وكذا تقولوا هاو عندي الصيام هاو عندي مرعة وانت فقير ونقول لك لا اول ما يسأل عليه المرء يوم القيامة الصلاة فان صلحة الصلاة صلحة العمل كله ها ترح صلاتك مريقلا مريقلا ها هات سيامك ترح هات ترح عندك عمال صالحات هات مثال اما اذا كان عندك صلات ما تعطيني شي ما حاجتي بشي وما نشوف شي او مش عطيك مثال انا يقرب ولله تعالى المثل الاعلى واحد يسوق في كراب وماشي في الكياس وشد في لوتوروت ماشي قاسد رب السوس اولاي الاسفاقس صح وقفوا قبل ما يدخل لوتوروت وقفوا بوليس اسفاقس رأي وجرب ودنيا معتها كيلومترات كيلومترات نجم يعمل كوارف السيدة ذا به وقفوش البوليس قالوا اعطيني اللوريقات قالوا تفضل قالوا اعطيني رخصة السياقة قالوا لا سامحني ما عنديش رخص السياقة اما عندي الفينيات وعندي الاسيرونس وعندي الكارت جريس وعندي بطاق التعريف اما رأي رخص السياقة ما عنديش بش يقبل عليك لوراق الاخرين والله لا يقبل عليك قم يضحك عليك يا معالم عطيني رخصة السياقة اللي انت بها هي قاعد تمشي تاوه في الكياس انا اسيرونس وانا كارت جريس تحكيلي عليها وانا فينيات تحكيلي عليها رخصة السياقة والدعم ما عنديكش تاك اول ما يسأل عليه العبد في الطريق في رخص السياق فان صالوا هترخص السياق هات الكارت جريس والفينيات والاسيرونس وانا في ماش رخص السياق هاتا تاكة فوريير انتي والكربا واضح فهذا مثال يمكن بسيط جدا ولكن يقضي الحاجة يقدي يقدي المعنى يقرب التصوير امتاع اول ما يسأل عليه المرء يوم القيامة الصلاة فان صلحت صلح العمل كله وان فسدت فسد العمل كله الصلاة راحة فنحنا فمشكون فينا تاو بالله بالله يخذني على قد عقلي فمشكون واحد فينا من اللي يتفرجوا فيي تاو ما عندوش مشكل وما عندوش ذيجة وما عندوش قلق في موضوع معين تنسي كل يعلم بينك الرب اللي كل واحد فينا اللي عنده مرض ولي عنده وابوه مريض ولي عنده ولده وما في القراية مش لباس ولي عنده كل واحد يعلم بيه كان رب مش خالط مش خالط على الكريو صحية ولا نغال الصلاة هذه تجيب باش تعملك الكليبر تعملك الراحة والطمأنينة انت يعلم بيك ربي مريض انت نفس سنين مريض وزيد تتلك الصلاة تزيد تهب تتدمر جملة العيض بالله فالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان وقت اللي يذيق به حاله وهو رسول الله قدر باش تقولين بعض لا الحمد لله أنا لابس عليه لا لا فماش واحد مياه في المياه لابس عليه الناس الكل مبتلات على وجه الارض فماش مسلم على وجه الارض مهما بلغ شأنه ما عندوش ابتلاع صغير دغديغ صغير رجع صغير فماش مهما بلغ شأنه من العلم او من الجاغ او من الغنى او من غيره غيره واضح فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت اللي تصيبه ذيق وقت اللي تصيبه هكا هكا متقلق شوية ماش كان يقول كان يهرع السعى للصلاة كان يهرع للصلاة عش ماتا يهرع هو يهرب للصلاة صلى الله عليه وسلم بل كان يقول تلك الكلمة المعروفة المشهورة التي يجب ان تكتب بماء من ذهب اللي هي ارحنا بها يا بلال ارحنا بها يا بلال اه مال لكلمة مال لكلمة قالها رسول الله ارحنا نحن اليوم شنية الاسلام ارحنا منها يا امام يلا هات صليو هات بركة وف وشبد عتي ومشي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر للصلاة على انها راحة على انها راحة نحن كنا نقرأه في الجامعة مرة اسألنا استاذنا ربي جزيه عننا كل خير قال ماذا تستشعرون بعد انقضاء الصلاة في جامعة الزيتونة فنحن عاد طلب نحب نوريه الوحنة كل واحد جايب ما عنده والله يا استاذ نستشعر السعادة قصوى استشعر راحة بعد انقضاء الصلاة بعد نهايتها استشعر الطمأنينة حك علينا قال اما انا فاستشعر الحزن قلنا له ليش قال لانني فارقت يدي الله سبحانه كنت بين يدي الله كنت في راحة وحين غادرت الصلاة اصابني شيء من الحزن اصابني شيء لانك غادرت المحادث مع رب العز جل وعلا فالصلاة هي لقاء بالله سبحانه وتعالى وما سميت صلاة الا لانها الصلة تصلك برب العالمين صلة تصلك هي رزو يصلك برب سبحانه وتعالى الصلاة فمن قطعها فقد قطع الله انت لو كان تمشي تبعد شوية لبلاصة هك ناعية في جبل المجبولات وعندك خدمة في جبل المجبولات ما عاش اي خدمة وازيد تليفونك لو عندك خليت ولدك مريض في الدار ولا المدام بها حاجة تهز تليفون ما في فماشر يزو تهيب بالأس تحية ما زلتش ناجم تخدم فماشر يزو ما زلتش ناجم تخدم ولدك مريض ما عندك عليه حتى معلوم المدام عندها مشكل في الدار خليتها ولكن خدمة لزلتك باش تبعدوا وتتصل بها وما نجب تتحصل على خطر ما فماشر يزو انقطعت الصلة معهم مع العائلة مع أقرب الناس لك مرض تمرض ما عايش ناجم تعمل شي كل شي ولي عندك مر حتى الماء كنتجرب وإمرار لماذا لأنك انت متقلق على عائلة متاعك هذا إذا انقطعت الصلة بينك وبين مخلوقات هو مسحي أولادك ومرتك وأقرب الناس لك لكن يقعدوا مخلوقات فما بالك لو قطعت الصلة بالله الذي خلقك وسواك رجلا اللي اعطاك انفس اللي تتنفس به الذي جعل لك لسانا عينين ولسانا وشفتين اللي ربي سبحانه وتعالى اعطاك دقات القلب في أي لحظة نجم يسلب منك هذه الدقات هو اللي يحكم فيها على في بالك القلب يدق هو هو المتصرف هو المتصرف في هذا الكون إذا كان انت تحب ترتاح خذني على قد عقلي حتى ولو مش يغلك بهمك بظروفك بديونك نحب نرتاح يا ربي الناس اليوم تهرب للبيران بش ترتاح يغرب حشاكم للخمر بش يغرب للفواحش في باله بش ارتاح ومارتاح يزيد هم على هم العياذ بالله إذا كانت تحب ترتاح أقم صلاتك تسعد بحياتك تحب تسعد تحب السعادة تحب الراحة تحب التمأنينة الصلاة العهد الذي بيني وبينكم الصلاة واضح ومن بركة الصلاة ومن قيمتها وفضلها وعظمتها أن الله سبحانه وتعالى قد افترض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل الفروض وكل الواجبات وهو لا يمشي على وجه الأرض الدنيا إلا أن الله جل وعلا حين أراد أن يفرض الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يستدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى اخترق النبي السماوات العلا وقت هاش صار الفرض متع الصلاة وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج وصل إلى سدرة المنتهى هذه من الغيبيات متاع الحلقة اللي فات كيف هاشو وصل إلى سدرة المنتهى اخترق السماوات العلا ووصل إلى سدرة المنتهى ووقف بين يدي ربه جل وعلا وكلمه ربه تكليما واضح غيبها ثمن نم صلي على محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين حديثنا قياس أبا الله تعالى إلا أن يفرض الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا على وجه الأرض بل في السماء في السماء السابعة عند سدرة المنتهى وهذه من كرامتي وقيمتي وفضلي الصلاة وما أدراك ما الصلاة وهنا نحب نقف وقفة عند حكم تارك الصلاة لأن الناس اليوم يشوف خوه ولا جاره وما يصليش يا كافر يلي بيك لا لا أرد بانك فالأمر هنا خطير الأمر هنا خطير وأهل العلم مش أنا فصلوا في هذا الأمر قالوا تارك الصلاة ينقسم إلى قسمين اثنين هناك من يتركها كفرا وجهودا وإنكارا شنو معنات معادك يتقولوا يا رجل تصلي يقولك يا زي يا زي سوى سلي وتي الناس تلعت للجامرة ونتي تقول لي سلي هذه فماش منها الخرافات هذه يا ولدي بدي فيق على وضعك وبر مش يعمل حل الروحك يا ولدي قالوا سلي اللي يتكلن بالمنطق هذا الله غالب يدخل في خانة الكفر ولا عيضه بالله لأنه أنكر من الدين أو المعلوم من الدين بالضرورة حاجة ثابتة في القرآن والسنة أنكرها ها ها شنو بشن سيسوه هذا هلا غالب أنت كفرت بما أنزل الله تعالى على قلب رسول الله ولكن وهذه فئة مش موجودة في مجتمعنا إلا من رحمة ربي قلة قليلة جدا 0.0.01 لأنه أغلب الناس اللي تركين الصلاة يتركوها مش قل على خطر هي مش موجودة والله نعرف هاو كيف يجي تكلمه كيف يجي يجي يقولك والله نعرف اللي هي واجبة نعرف اللي هي واجبة إذا لم ينكرها والله نعرف اللي ربي فرضها علينا ونعرف اللي راه الصلاة معنتها كل مسلم يزم يصلي هكذا إذا يحكي ولكن راني أنا الله غالب بشألا ربي يهديني ورب يصلح حالي ودعيلي بالله ودعيلي بشن وإن شاء الله يا ربي ناوي على ربي هك دزم شيطان يبدأ حكي هذا مكفروه هذا لا هذا مسلم عاصي مسلم ترك أمرا يؤمن بأن الصلاة واجبة يؤمن بأن الصلاة فرض يؤمن بأن الصلاة أو شبه الله على رسول الله صلى الله وبالتالي على الأمة ولكن يقلك يا أخوي إن شاء الله ربي يهديني راني هلا غالب راني جيت في بيئة مشهية جيت في صحبة مشهية إن شاء الله ربي يصلح حالي وإن شاء الله بإذن الله تعالى لا تموتني لا تفوتني إلا ما نكون من المصلي هذا ينحطوه في عينينا وشوي هذا ينبسوله يدي عليه لأنه هذا نطمعه فيه نطمعه فيه علش نطمعه فيه لأنه قال النبي صلى الله بأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم تكون سببش الإنسان يولي صلي وتكون سببش الإنسان يدخل في طاعة ربي سبحانه وتعالى خير لك من الدنيا وما فيها ذك علش كان من هدي النبي صلى الله ومن دعائه أنه يقول اللهم اهدينا واهدي بنا اللهم اهدينا واهدي بنا ويسر لنا الهدى واجعلنا سببا فيما نهتدى واضح نحن اليوم في الحلقة متاع اليوم بينا أنه الصلاة هي الكل إن صالح تصالح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله هذي اخذينا تاوى عشرين دقيقة بالضبط هاي المنجلة قدام ونحن مزلنا ووقفين عند اشتر آية الذين ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى وإن كتب الله تعالى لنا اللقاء والبقاء مش نتحدث على اشتر الثاني من هذه الآية المباركة في وصف عباد الله تعالى المتقين ومما رزقناهم ينفقون يا رب تقبل مننا هذا الكلام وتجاوز عن ما ترأ فيه من خطأ أو نسيان يا رب اجعلنا من المتقين يا رب اجعلنا من المحافظين عن الصلاة يا رب كل واحد فيه يا رب كل واحد يسمع فينا يا رب اعطه ما نوى من الخير يا رب اعطي لكل واحد من المشاهدين من الخير ما نوى اللهم امين يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ بلادنا واحفظ أهلنا واحفظ أبناءنا وآباءنا وأمهاتنا اللهم آمين يا رب العالمين أقول ما تسمعون إن كان صوابا أو إن كان خطأا فمن نفسي وإن كان صوابا فمن الله وحده وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه وختاما أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته